أراد الشمبانزي أن يرى ما إذا كان القرع الذي يريده موجودا في السلة لذا قام بفرزه بيديه ونتيجة لذلك تناثر البرتقال على الأرض أدرك أنه قام بخطأ وعلى الفور قام بجمع البرتقال في السلة واعتذر لصاحبة المتجر في ذلك الوقت وجد القرع الجبلي بسرعة لكنه لم يستطع الوصول إليه على الإطلاق لكنه ذكي لقد وجد صندوقا من الكارتون ثم تسلق فوقه وأرجح ذراعيه لتمرين عضلاته التقط القرع وقام بإعادة الصندوق إلى مكانه ثم أخذ القرع إلى المندضة يقول أمين المال أنها مئة ينفقط يخرج القرد المال من الحقيبة ويضعه في يد أمين الصندوق ويضع القرع في حقيبة الكلب ثم يذهب للبحث عن السكر البني بعد أن وجده قام بالدفع ووضع يده فوق رأس الكلب ويقول له أننا ذاهبون إلى المنزل المالك ينتظر بفارغ الصبر وعندما رأوه ركضوا نحوه مباشرة ترجمة نانسي قنقر